بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور محمد شلتوت في سلسلة جديدة دلع المتابعين دلع المتابعين ازاي؟ انا هدلعكم في برنامج جديد او سلسلة جديدة هي سلسلة عبارة عن تحقيق طلباتكم اللي انتو هتكتبوها في الكومنتات تحت الفيديوهات او في السوشال ميديا بتاعتي لشرح بعض البرامج السريعة اللي بتساعدنا في حياتنا اول برنامج هنشرحه النهاردة هو المونتاج عن طريق الجوال المونتاج عن طريق الجوال طلب مني كتير اللي انا اشرحه هشرح مجموع من البرامج هنبدأ ببرنامج النهاردة وان شاء الله ممكن في باقي سلسلة دلع المتابعين نكمل السلسلة بإذن الله تعالى اول برنامج هنشرحه النهاردة هو برنامج الخاص بشركة جبرو اللي هي خاصة بالتصوير وغيره هو برنامج اسمه كويك البرنامج ان شاء الله بإذن الله تعالى زي ما انتم شافيه كده هتلاقوه هتلاحظوا موجود على الستور الخاصة بالايو اس والاندرويد يعني الاتنين عشان محدش تزعل يقولك انت بتستخدم بماك فما بتشرح الان اشهل على الماك لأ هشرح الاتنين فالبرنامج ده سهل على الاتنين هتدخل على الستور زي ما قدام حضراتكو كده هتنزله انا منزله طبعا هتلاقو فيه حاجات كتير خاصة ببرامج الإدتور الخاصة بالفيديو تقدر تنزله وبعد ما تنزله تبدأ تفتح اوبن اول ما يفتح اوبن كده قدام حضراتكو طبعا انا كنت عامل فيه كام فيديو كده هنبدأ من جديد خالص من علامة الزي دلي تحت لما تضغط علامة الزي دلي تحت كده كمام بيفتح الجالري اللي انت مسوره انت مسور بقى فيديوهات مسور صور وعايز تعملهم في الفيديو دي مجموعة فيديوهات انا مسورها وصور خاصة بعض المنتجات اللي هعمل ريفيوهات في برنامج ريفيوهات على القناة عندي خاصة بالطبع صليصية الابعاد عايز عملهم فيديو كده موشن بقى وشغل عالي ودلع وكده فهدوس كده آيات بعد ما اخترتوهم هيبدأ يظهر لمجموعة من الاختيارات كده بيقول لي انت عايز ايه منهم تختارهم ده بيديك زي تيمبلت جاهز كده تأثيرات على الفيديو نفسه بالشكل ده مجموعة حلوة جميلة ان شاء الله تساعدكم هاختار ده مثلا كده تمام ده خلاص فبيديني بقى هو هيظهر التكتس ازاي مفروض هيظهر الفيديو بعدها ازاي تقدر توقف عليها تعمل ايدت لكل فيديو طبعا كل واحد منهم ممكن تقصير او فيديو وتقدر تضغط عليه كل واحدة زي ما انتم شايفين كده بقى اللي بقى قدامكم كل واحدة تحتية اختيارات هنا مثلا عشان تظهر تكتس فتحتية بيقولك انت عايز تعدد التكت عايز تمسحه عايز تعمل تايم لي مثلا عايز تعمل دابل كيت لي لو انت هتغيره عايز تغيره هو نفسه اقدر غيره بالعربة او تمام كده ماشي اهو الطبعة سلاسية الابعاد معلش سريعا بس اهو الابعاد معشلتون مثلا تمام وادوس اوكي خلاص كده نقلت على التاني كده الفيديو تاني ده ده صورة خلينا نغط فيديو نشوف فيديو فين دي كلها صور تمام كده ماشي دي كلها صور ماشي تمام كده ده فيديو ده فيديو ماشي ممكن اقدر اغيره ممكن اقدر امسحه اهو ده فيديو اقدر اقطع منه جزء معين بقف عالجزء اللي انا عايز اقطعه مثلا كده واقدر امسحه تمام بعد ما بعدل فبيديك هنا مجموعة من الابشن انت بتعمل تقدر تلغي الصوت بتاعه خالص تعمله ميوت او تعليه او غيره تعمل سبيد ليه سرعة تمام كده اهو فكل واحدة بيظلك لها اختيارات من تحته تقدر تعدل عليها وتدوس اوكي مثلا انت خلصت كده التعدلات بتاعتك بعد ما بتغير كده تقدر تضيف ميوزك جديدة برضو عندي مجموعة من الميوزك كده بقدر اشتغل عليها او اللي انا بجيب من ميوزك عندي انا عندي مثلا مجموعة موسيقى عايز اعملها بعد كده ببدأ اشوف انا هبدأ ايه بقى اشوف الشكل بتاعي زي ما انت شايفين كده هون ماشي بيعرض واحد واحد بعد ما خلصت ممكن اعمل السيتنج السيتنج ده ممكن يخليلي الميوزك يبدأ ازاي خلاص انا عايز الميوزك يبدأ من هنا مثلا وادوس okey انا عايز هنا مثلا اخليها بشكل طولي مثلا تمام كده عايزه شكل سلمة تمام عايزه بشكل العادي الفيديو العادي كل ده حسب اللي انت حتعرضه على السوشي الميديا مثلا عايزه طولي كده مسلا عشان يتعرض على وادوس okey بعد ما خلص كل الليعب بقى والفلترز ده فلترز مثلا معيه خلاص ده فلاتر برضو هي تقدروا تغيروا الالوان بتاعتها اهو زي ما انتش شايفين كده بدوس اوكي انا عجبني الفلتر ده بعد ما بخلص ده كله بدوس ايف بيعرضلي قيمة طويلة كده اللي بيقولك انت هتعمل شير فيهن بيديك مثلا انت تقدر تعمله عن استجرام او الواتس او الفيسبوك او اللاين او اي حاجات كتير وفيه اختيار اللي هو عندي هنا الفوتو ليبري ده اللي انا بضغط عليه يتحفظ على الجهاز عندي بقدر ادوس كده اوكي كده يبدأ يتحفظ على الجهاز اقدر اشوفه من بره اقدر ممكن من جوه او من بره تمام خليني هاخرج من البرنامج نفسه واقدر اشوفه من بره كده زي ما انتش شايفين كده من الجاليري بتاعتي اهو زي ما انتشافين تمام خليني اعلي الصوت بس شوية اهو طبعه مع شلطوت تمام دي التأثيرات اللي انا اخترتها بالشكل اللي انتش شايفينه كده علشان توصل لكده بالشكل ده طبعا احنا كده اه خلصنا مع بعض استعراض الابليكيشن الخاص بالجوال بالشكل سريع جدا اه اتمنى اتطلعوا بداعاتكو بقى وتمنى اه تحت الفيديو ده او خلال السوشيال ميديا يوصلني طلباتكو علشان ادلع المتابعين وادلعكو في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اللي وصل لكم كل جديد وتتابعوني في السوشيال ميديا الخاصة بياه بكرة احلى وجمل بيكو ليكو وشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة